السلام عليكم وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد طبعا كالعادة نحاول نواكب تطورات او نحاول نجيب لكم الحاجات الجديدة اللي بتنزل باستمرار فالنهاردة هنشوف دالة جديدة من دول الاسل دالة اسمها ترانسليت بتعمل ايه بتعمل عملية ترجمة طبعا اللي منكم اشتغل على جوجل شيتس هيكون عارف انه جوجل شيتس كان عندها ترانسليت دي بقالها مدة لكن دلوقتي نزلت كمان في الاكسل لو انت شغال على اوفيس 365 وكمان مفعل البيتا او عندك الوفيس انسايدر ومفعل البيتا فحيكون ليك اكسس على الترانسليت دي من اول النهاردة لكن لو انت مش مفعل الحاجات دي او شغال على 365 بس فبعد فترة هتبدأ تنزل وتكون متاحة لجميع مستخدمين 365 فيديو سريع وكمان فيه مثال بسيط فتعالا يلا على الاكسل ونشوف المثال مع بعض عندي تقرير صغير جدا معمول باللغة الانجليزية فيه اسامي ست دول والمبيعات اللي حصلت في كل دولة من دول دول التقرير ده بحتاج ابعاته للبلد دي كلها المانيا ايرلندا انجلترا فرنسا وممكن كمان ابعاته لحد في دولة من الدول العربية وبالتالي محتاج ان انا اظهر التقرير ده باكتر من لغة فوق عندي دروب داون فيه اللغات اللي ممكن اترجم بيها او اللغات اللي انا محتاجها كلها وليكن مثلا عايز ترجم التقرير ده بالعربي هختار ارابيك او اللغة العربية هتلاقي زي ما انت شايف الهيدرز الترجمت وكمان هتلاقي اسامي البلاد الترجمت والتقرير زي ما هو لو حاولت اختار لغة زي البرتغالي كله اتقلب بورتغالي لو اخترت فرنساوي كل حاجة اتقلبت باللغة الفرنسية تعالى نشوف ازاي ممكن نعمل تقرير زي ده مع بعض تعالى في البداية ناخد فكرة عن الفونكشن الجديدة اللي اسمها ترانسليت ونشوف بتشتغل ازاي وليكن مثلا زي ما راك شايف كده عندي هنا اسامي البلاد وعايز ابدأ ترجم اسامي البلاد دي فحقف هنا في اي مكان فاضي وابدأ اكتب 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 ترانسليت اول اختيار ترانسليت دي الفونكشن الجديدة ونشوف تطلب مني ايه اول حاجة عايزة تاكست ايه هو الكلام اذا محتاج اعمله ترجمة فحاختار مثلا كلمة جيرماني من هنا وبعد كده اخد قمى وشوف الطلب التاني عايز مني السورس لانجوج عايزني اقول له الكلام ده جايب بانهي لغة بالزبط عايز ابدأ من انهو لغة طبعا في حاجة بتاعتنا دي لغة انجليزية خد بالك فيه اكتر من مئة لغة دروب داون دي فيها اكتر من مئة لغة لو نزلت كده تحت شوية هتلاقي عندي هنا مثلا الانجليش ممكن اختار الانجليش لو اخترته هتلاقي مكتوب كود صغير او حرفين بيعبروا عن اللغة اللي هما اي ان ومحتوطين جوه دابل كود يعني بيفتح دابل كود ويحط فيه الان ويقفل دابل كود طبعا لو انت حافظ الكود ممكن تكتبه بشكل مباشر لو مش حافظه هتطر تدور جوه الدروب داون وبعدها نعمل كومى ونشوف الطلب التاني الطلب التاني هو عايز مني التارجيت لانجوج يعني الانجليزي انت ديوني دا اترجمه لك لايه؟ في الحالة بتاعتنا عايزين يتترجم اللغة العربية فممكن برضو انا عارف الكود اللي هو هعمل دابل كود واكتب اي ار دا الكود بتاع العربي وبعد كده اقفل دابل كود واقفل خص تاعة ترانسليت ودوس انتر اداني فعلا المانيا خد بالك ان انت لازم تكون متصل بالانترنت عشان الفونكشن دي تشتغل بشكل مزبوط بعد كده ممكن اعمل كوبي للكلام دا كله هتلاقي الترجمة ماشية بشكل هايل طيب افرد تعالى نجرب بقى حاجة تانية كده افرد انا مش عايزة تديره اكواد خالص او مش عارف اي اكواد فتعالى نستخدم ترانسليت من غير اكواد ونشوف ايه اللي ممكن يحصل هكتب اكول وابدا اكتب ترانسليت هاختار التكست اختار من راضي العربي اللي هو المانيا دا وبعد كده ما تعملش اي حاجة ما تعملش اي كومة اقفل القوس ودوس على انتر يبقى انا كده حزفت السورس لانجوج وحزفت كمان التارجت لانجوج لكن هو الواحده ترجمها لي من العربي اللي انجليزي ولو عملت دابل كليك هتلاقي بيترجم كله بشكل مزبوط طيب ايه اللي حصل اول حاجة لما حزفنا السورس لانجوج هو الواحده بيعمل اوتو ديتكت انجليزه جانب هو الواحده بيروح يفهم اللي الاصلية جاي ب исторurning y해� تكشف哥 المكتوب بها الكلام الحاجة التانية الديفولت مش الانجليزي ولا حاجة لكن ميتفولت يعني causar language اللي بترجم لها ما بتكونش دايما للغة الي انجليزية انا Democrats لا بيمشى وراء protections بما ان الوفيس بتاعي معمول على الانجليزي يعني كل حاجة في الوفيس بتاعتي بشتغب الانجليزي يبقى هو بشكل تلقائي بيودي على الانجليزي يعني بيترجم الى اللغة الانجليزية لو حرك عامل عربي هيترجم للغة العربية لو حاج تاني عامل ألماني هيترجم للغة الألمانية وهكذا قبل منسيب الجزئية دي فيه فانكشن تانية برضو نزلت في نفس الوقت مع ترانسليت اسمها detect language ودي شغلتها هتعرفك الكلام اللي قدامك مكتوب بأنه لغة لو حرك مش عارف فممكن تعالى نجرب هنا هنكتب equal ونكتب حاجة اسمها detect language وبعدها نختار التكست هو بس ما عايز منك التكست ونقفل قوس وندوس enter ادى لك الكود بتاع اللغة اللي هو الار ولو جارتها على الين هنا ادى لك الكود بتاع اللغة اللي موجودة في الكولم التاني اللي هو الان يبقى احنا كده شفنا two new functions او اتنين من الدوال الجداد واحدة الاولانية اللي هي translate وشفنا زي بتشتغل وكمان detect language وشفنا برضو ازاي بتشتغل تعالى بقى نبدأ نعمل نفس التقرير اللي شفنا في الاول نحاول نترجم الجدول ده بمجموعة من اللغات المختلفة اول حاجة محتاج ان انا اختار اللغة مكان اختار فيه اللغة طبعا انا هنا الاول جهزت لك الاكواد ويعني هنا كود اللغة واسم اللغة كمان فAR عربي EN English DE German FR French وهكذا فممكن هنا ابدأ اعمل drop down ولكن في E2 مثلا اعمل drop down وطبعا drop down هعملها من data ribbon وهروح اختار الجزء بتاع الفاليداشن وهلو سمحت انا عايز listة والlistة دي عايزك تبين لي فيها مش الاكواد بقى عايزك تختار اسم اللغة بالكامل يعني Arabic, English, German وهكذا وبعد كده هنشوف هنتصرف في القصة دي ازاي وبعد كده هدوس على اوكي بقى عندي فعلا drop down تعالى نختار الانجليزي عشان ابدأ اترجم الجدول ده هعمله على ثلاث مراحل او ممكن تقول مرحلتين ونص المرحلة الاولى ان انا اترجم الهيدرس بس فتعا هنبدأ نشوف ازاي ممكن اترجم الهيدرس دي فهبدأ اكتب equal وابدأ اكتب translate وبعد كده هيتطلب مني text ممكن اختار two cells مع بعض يعني اختار range كله من B4 لحد C4 وبعد كده اعمل كما عايز مني source language هنبدأ منين او ايه اللغة اللي مكتوب بيها الكلام الاصلي ممكن اعمل كما واسبها فاضية لان احنا قلنا هو ممكن اكتشفها الوحده وبعد كده عايز ترجمها ال ايه طبعا ممكن تقول لي اختارع على طول ال ايه هنا ال اي 2 دي على طول وهو حايفة منها english هقول لك لو عملت كده هيدي لك error ليه لانه محتاج الكود يعني محتاج ان مكان كلمة english يبقى علشان اعرف اجيب بدلالة الكلمة المكتوبة هنا اجيب الكود المزبوط ممكن استخدم حاجة زي ال xlookup هعمل دابل كليك وعمل ادت تاني قبل اي 2 دي هابدى اكتب x lookup وبعد كده افتح القوس طالب مني lookup value lookup value اكيد اللي هي ال اي 2 وبعد كده كما طالب مني lookup array هيكون اكيد اللي فيها الاسامي اعتقد لو عملت f4 هيكون احسن عشان لو عملنا copy بعد كده نفس الكلام f4 ليه كلمة english اللي موجودة هنا مفيش مشكلة وبعد كده طالب مني return array return array هتكون اللي فيها الاكواد اللي هي من g3 لحد g7 وبرده هنعمل f4 وبعد كده نقف القوس بتاع الفيديو كاب وبعد كده ندوس enter هتلاقي فعلا ترجم لك هنا كتاب لك country وكتاب لك الايه sales value طيب لو غيرنا هنا كده واخترنا العربي هيكتب لك ايه بلد وقيمة المبيعات لو اخترت فرنش طبعا ما فهمش فرنساوي لكن برضو ترجمها لك طبعا العارف فرنساوي يتأكد لنا اذا كان الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط طيب كويس او كده اخدنا اول جزء بعد كده عايزة ترجم من تحت الهيدر لغاية الاخر في القلم اللي على الشمال اللي فيه اسامي البلاد فممكن اخد copy بالزبط هي نفس الحكاية بالزبط ولكن ازبط بقى الرينج بتاعي خلي رالي بس القلم ده لغاية الاخر ممكن ايه ازبط ده وبعد كده ادوس enter فكده فعلا ادي الهيدر وتحتيه الكلام اللي مكتوب واخر حاجة ممكن بس اعمل equal واختار ال values زي ما هي من غير اي تغيير اعتقد انا كده تمام التمام لو اخترت اللغة هتلاقي كل حاجة بتترجم بشكل هايل فاضل بس احط label هنا وال label ده برضو ممكن كل شوية اغيره فهعمل كده ازاي خير اختار الانجلش في الاول وبعد كده حبدأ اكتب هنا وليكن مثلا ايه select the language يعني اختار اللغة وممكن برضو دي احطها جوه translate فحكتب translate الاول equal وtranslate وبعد كده احط select the language دي جوه double code ويد برضو ممكن ايه ممكن نسيبها ما نديروش يعني التارجت لانجوج هنعملها بنفس الطريقة بالزبط سأبدأ استخدام xlookup بالنفس الطريقة اللي عملناها قبل كده وبالتالي كده مكتوبة برضو زي ما هي بالانجليزي ولو حاولت بقى اغير المراتي لو غيرت للعربي هتلاقي مكتوب هنا ايه اختار لغة لو غيرت هنا للفرنش هيكتب لك برضو نفس الكلام باللغة الانجليزية ما فاضلش غير بس اعمل شوية formatting كل اللي هعمله ان انا اعمل hide هنا واعمل برضو hide الناحية التانية واللي فاضل بقى شوية formatting اللي انا ممكن اجيبها من هنا خليني اختار كل الجدول واستخدم الفرمات copyer ده او الفرمات painter واروح احطه بالزبط زي ما انا كنت عامله هناك وكده نفس التقرير اللي شفناه مع بعض في الاول كده قدر اختار اللغة وبالتالي كل حاجة تترجم بناء على اختيار اللغة اللي انا اخترتها طبعا حاجة مفيدة جدا انك تعمل الترجمة بشكل ديناميك تختار اللغة اللي انت عايزها وكل داخل اكسل ومن غير ما تحتاج تعمل copy paste او تستخدم site للترجمة او google translate او الكلام ده كله فاعتقد حاجة زريفة ومفيدة جدا لو عجبك الفيديو لو سمحت اعمل لايك واشترك في القناة وسيب لي تعليق واعمل share للفيديو وشكرا جدا لوقتك واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قندقاء اترجمة نانسي قنقر